اللي بيعجبك غير الاتحاد اللعب صراحة اللعب ديال الهلال الهلال بينات في آسيا وبينات في الدوري رأى عندهم فرقة فرقة زين بحق هذه السنة كان دون الاتحاد رجعت وولت أصعب الهلال تلعب ضد الاتحاد وكان دون إن شاء الله هات السنة نديو الدوري إن شاء الله طيب كريم سنأتي على مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال لكن من شوي تم إيقاف فهد المولد وهو زميلك وأحد أسباب أيضا تصدارة الاتحاد لعيب كبير وأيضا بالمنتخب السعودي تم إيقافه سنة ونصف إلى أي مدى سيؤثر هذا على الاتحاد وتعليقك على موضوع فهد المولد كنظن فهد مولد زعمك أي فرقة اللي يلعب فيها فهد مولد يعاون الفرقة وزعمك فهد مولد زعمك لعيب مهم من الاتحاد وحقا نظن كتير هات السنة كتير لعبة ما لعبوش مع الاتحاد والاتحاد قد تفوز المباراة وعننا الفرقة كبيرة وعننا الفرقة زعمك كتير اللاعبين يقدروا يلعبوا في المكان ديال فهد في مكان ديالي في مكان ديال حجازي وكان نظن زعمك إن شاء الله اللاعب اللي يلعبوا يكونوا جاهزين وإن شاء الله نفوز المباراة المهم الذي نفكره فيها زعمك على الدوري إن شاء الله وضروري زعمك فهد مولد اللاعب كبير ويتأثر على الاتحاد وتأثر على المتاخب أبعوف حكي كلام حلو كريم أنه بغياء حجازي كونراد وفهد هو الاتحاد متصدر لكن إلى أي مدى برأيك بموضوع فهد طبعا الخبر مؤسف أن فهد يتوقف في هذا الوقت واللي محتاج لنا فريق الاتحاد للأمتار الأخيرة في بطولة الدوري ومهم لاعب مثل فهد أن يكون متواجد لكن هذه الظروف حصلت الحين ومثل ما قال كابتن كريم التعويض إن شاء الله يكون موجود لللاعب فهد والالتحاد قادر أن يعوض وحتى كوزمن كمدرب ممكن يوظف لاعب آخر يكون مكان فهد لكن تأثيره كم متواجد على فريق الاتحادي أو على المنتخب السعودي كلاعب خبرة يتعامل مع أحداث المباراة بشكل جيد واتفق مع كابتن كريم أن نادي الهلال عنده فريقين ما يتأثر بالمشاركات الأسوية أو حتى ضغط بعض المباريات وشفناه في الأمتار الأخيرة لبطولة الدوري كيف تعامل فريق الهلال مع الظروف كريم أنت